موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة ونبدأها بالعنوين حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة شيل بي الاس ويستارض معه مجالات التعاون المشتركة وسبل تنميتها وتطويرها سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجي يبحث مع سعادة وزير الخارجية الروسي آخر مسجدات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا ويؤكد إرصد أولاد قطر على مثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي أهمية تجنب التصعيد وتغليب صوت الحكمة وحل الأزمة عبر الحوار البناء وطرق الدبلوماسية سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يؤكد في مؤتمر صحفي مع سعادة وزير الخارجية الروسي أهمية الحوار للتوصل لحل سلمي للأزمة الأوكرانية وضمان سلامة المثنيين روسيا تثمن اهتمام دولة قطر بتسوية السياسية في أوكرانيا وتعرب عن الشكر لجهودها لمساعدة لإيجاد حل للأزمة سيكون معنا في الرياضة أيضا قمة مبكرة بين السد والدحيل والوكرى وجه الغرافة في الدور النصف النهائي من بطولة تأسي سمو الأمير المفدى بكرة القدم بسم الله الرحمن الرحيم استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بمجلس الشيخ عبد الله بن جاسم في الديوان الأميري السيد بن فان بيردن الرئيس التنفيذي لمجموعة شلبي الاس وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارته للبلاد جرى خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون المشتركة بين دولة قطر والمجموعة وسبل تنميتها وتطويرها إلى جانب عدد من الموضعات ذات الاهتمام المتبادل بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقية تعزية إلى فخامة الرئيس هاكايندي هيشليما رئيس جمهورية زامبيا في وفاة الرئيس الزامبي الأسبق روبيا بيوازاني باندا وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير برقية تعزية إلى فخامة رئيس جمهورية زامبيا في وفاة الرئيس الزامبي الأسبق روبيا بوزاني باندا كما بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية تعزية إلى فخامة رئيس جمهورية زامبيا في وفاة الرئيس الزنبي الأسبق روبيا بيوزاني باندا مع بداية الحرب الروسية في أوكرانيا أطلقت دولة قطر مشاورات مع مختلف الأطراف المعنية بحل الأزمة وذلك في إطار مسارع أو مساع تبذلها الدوحة من أجل إحلال السلام وإنهاء الحرب هناك دبلوماسية السلام والحوار التي تعتمدها دولة قطر مبدأ لسياستها الخارجية ومقاربة مواقفها من القضايا الإقليمية والدولية وترسيخ دورها العالمي تجعل من الدوحة وجهة لطلب المساعدة في حلحلة الجمود في بعض النزاعات في الأيام الأولى من الأزمة الروسية الأوكرانية ظهر اسم دولة قطر باعتبارها إحدى الدول التي تتمتع بالأهلية للعب دور قد يسهم في وقف الحرب بين البلدين وفي هذا السياق تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدة اتصالين من فخامة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي جرت خلالهما مناقشة سبل حل الأزمة بالطرق السلمية والديبلوماسية كما استقبل سموه في الدوحة المبعوث الخاصة للرئاسة الأوكرانية سعادة السيد بيكتم رستوم وعلى صعيد الجهود القطرية المبذولة من أجل استعادة السلام ووقف الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا قام سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجولة أوروبية شملت ألمانيا وفرنسا بحث خلالها الأزمة الأوكرانية مع وزيرة الخارجية الألمانية ومستشاري الشؤون الاقتصادية والأمن القومي الألمانيين بالإضافة إلى بحث علاقات التعاون بين البلدين وفي باريس بحث سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع نظيره الفرنسي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأكد أن دولة قطر تتابع بقلق بالغ التصعيد العسكرية في أوكرانيا وتدعو إلى انتهاج الطرق الدبلوماسية لحل الأزمة وخلال مشاركتها في منتدى أنطاليا الدبلوماسي بتركيا كثفت دولة قطر مشاوراتها مع عدد من الدول حول تطوير العلاقات الثنائية وتأكيد أهمية الطرق السلمية والحوار سبيلا فعالا ووحيدا لحل الأزمات وتجنب الصراعات المسلحة حول العالم وفي هذا السياق اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في موسكو مع سعادة سيرجي ليفروف وزير خارجية روسيا الاتحادية جرى خلال الاجتماع مناقشة آخر مسجدات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى تبادل الآراء حول عدد من الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وأجدد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال الاجتماع دعوة دولة قطر جميع الأطراف لضبط النفس وحل الخلاف عبر الحوار البناء والطرق الدبلوماسية وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد وأشدد سعادته على ضرورة ضمان سلامة المدنيين واعتبار ذلك أولوية قصوى كما أكد سعادته على موقف دولة قطر وحرصها على ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي بما فيه الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها والالتزام بسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية ورفض وإدانة كل ما يخالف ذلك وفي مؤتمر صحفي مشترك مع سعادة السيد سيرغير لفيروفا وزير خارجية روسيا الاتحادية أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني نائب رئيسي مجلس الوزراء وزير الخارجية أن العالم يمر بمرحلات حرجة وتصعيد دولي لم يشهد من قبل وجدد بالتأكيد على ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا تأتي زيارتي اليوم إلى موسكو والعالم يمر بمرحلة حرجة وتصعيد دولي لم يشهده العالم منذ زمن اجتماعي اليوم مع معاي وزير الخارجية ناقشنا تطورات الأزمة والحرب الجارية حاليا في أوكرانيا ومسارات المفاوضات في بلوروسيا حيث نتابع في دولة قطر بقلق بالغ المستجدات الوضع ومستجدات الأزمة وخصوصا تداعياتها على الأوضاع الإنسانية أكدت لمعالي الوزير أهمية تجنب التصعيد وتغليب صوت الحكمة وحل الأزمة عبر الحوار البناء والطرق الدبلوماسية كما قمنا بمناقشة وحاطت معاي الوزير بنتائج الجولة الأخيرة من الاجتماعات والاتصالات مع زملائي وزراء الخارجية في الدول الأوروبية وزميلنا وزير الخارجية أوكرانيا واتصالاتنا مع الحكومة الأوكرانية وجدد سعدة لائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية دعوة دولة قطر إلى تضافر الجهود لضمان سلامة المدنيين واعتبار ذلك أولوية قصوى كما أكد سعدته أن دولة قطر تؤمن بالحلول دبلوماسية واحترام ميثاق الأمم المتحدة نرى ضرورة تضافر الجهود الدولية بشكل عاجل للوصول إلى حل سلمي للأزمة مع ضرورة ضمان سلامة المدنيين واعتبار ذلك أولوية قصوى لدى الجميع ودولة قطر لن تألو جهدا في تقديم كل ما من شأنه تعجيل ودعم الحل السلمي لهذه الأزمة عن طريق التشاور والعمل مع شركائنا الدوليين نؤمن في دولة قطر دائما بالحلول الدبلوماسية وللأزامات الدولية والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها والالتزام بسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية ونرفض وندين كل ما يخالف ذلك ولفت سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى أن المباحثات مع سعادة وزير الخارجي الروسي تطرقت أيضا إلى تطورات الملفات الإقليمية طبعا أيضا كانت هناك فرصة للحديث مع ما عليه مع بعض التطورات في بعض الملفات الإقليمية وخصوصا الملف بفاوضات بينا والاتفاق النووي الإيراني وأيضا التطورات الأخيرة في أفغانستان من جانبه ثمن سعادة وزير الخارجية الروسي سيرجي لفيروفا أهمت اهتمام دولة قطر بالتسوية السياسية في أوكرانيا وقال إن موسكو تقدر محاولات قطر لاستخدام إمكانياتها في المساعدة للوصول إلى اتفاق حول أوكرانيا نحن نقدر اهتمام القيادة القطرية هو سمو الأمير بشكل خاص بالوضع الحالي ونقدر أن قطر تستخدم إمكاناتها في المساعدة للوصول إلى اتفاق مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح الأمن الأوروبي بما فيها أمن أوكرانيا وأمن لوسيا عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس واستعرض المجلس تقريرا قدمه سعادة السيد محمد بن مهدي الحبابي عضو المجلس يتعلق بزيارته لأوكرانيا في فبراير الماضي ضمن وفد الاتحاد البرلماني الدولي بصفته رئيسا للجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد كما استعرض المجلس تقريرا حول مشاركة وفد المجلس في الجلسة الثالثة لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي واجتماعات الدجان الدائمة للبرلمان التي عقدت بالقاهرة ونوه المجلس بالدور المهم الذي يقوم به الاتحاد البرلماني الدولي واللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد كما أشاد بمشاركة الوفد في جلسة البرلمان العربي والاجتماعات المصاحبة غادر فخامة الرئيس عمر سيسكو مبالا رئيس جمهورية غينيا بيساو الدوحة بعد زيارة عمل للبلاد وكان في وداع فخامته والوفد المرافق لدى مغادرته مطار الدوحة الدولي سعادة السيد إبراهيم يوسف فخرو مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية وسعادة السيد ملام جورا سفير جمهورية غينيا بيساو لدى الدولة أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشئون الخارجية في الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام الشادية أكد أن المفاوضات هي مفاوضات شادية شادية يملكها ويقودها الشديون وستعمل دولة قطر ما بوسعها لإنجاحها بصفتها ميسرا ومستضيفا لها في المقابل ثمنت جميع الأطراف الحاضرة في هذه المفاوضات الدورة الكبيرة التي تقوم بدولة قطر من أجل ترسيخ السلام الشامل في شاد الدوحة منصة للسلام تحتضن هذه المرة مفاوضات السلام الشادية بمشاركة ممثلين عن المجلس العسكري الانتقالي والحركات المسلحة في شاد في هذه الجلسة الافتتاحية جددت دولة قطر حرصها على إنجاح المفاوضات مؤكدة أنها مفاوضات شادية شادية يملكها ويقودها تشاديون وستعمل دولة قطر ما في وسعها لإنجاحها بصفتها ميسرا ومضيفا لها تربط دولة قطر مع جمهورية شاد علاقات ودية نأمل في أن تستمر وتتطور على مختلف المستويات ولذلك فإننا لم نتردد في تلبية دعوة الأخوة من تشاد لإستضافة هذه المحادثات التي نؤكد أنها محادثات شادية شادية يملكها ويقودها تشاديون وستعمل دولة قطر ما بوسعها لإنجاحها بصفتها ميسرا ومضيفا لها الحضور الكريم إن دولة قطر محبة للسلام وشعبها محبا للسلام ولا شك لدينا في أن الأخوة في تشاد هم كذلك محبون للسلام ولذلك نأمل في نجاح محادثاتكم هنا إن أمال الكثيرين معلقة على هذه المحادثات وشعب تشاد يستحق أن ينعم بالسلام والأمن والاستقرار والتنمية والرفاه الحكومة الانتقالية في جمهورية تشاد أكدت بدورها على أهمية هذه اللحظة التاريخية وعلى ضرورة الاستفادة منها بما يضمن الاستقرار والتنمية التي تلبي تطلعات الشعب تشادي كما أكدت أن نجاح الفترة الانتقالية السياسية في تشاد تحدي صعب ومهمة أساسية تتولها الحكومة الحالية مدعومة من المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة إن نجاح الفترة الانتقالية السياسية تحدي يصعب التعامل معه دون أن يكون مصحوبا بجهد من الجميع وهو مهمة أساسية تتولها الحكومة الحالية مدعومة من المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة التي نحييها بقوة كما أن نجاح الفترة الانتقالية يعتبر ضمانا للسلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وإرساء الاستقرار في منطقة الساحل وفي حوض تشاد تنعقد هذه المفاوضات في الدوحة والأمل كبير في أن تحقق خطوة تاريخية من أجل السلام تشادي ومن هنا تدعو مفوضية الاتحاد الافريقي جميع الأطراف في جمهورية تشاد من قادة حركات وزعماء وطنيين إلى أن يحتكموا إلى منطق العقل ووضع الخلافات جانبا من أجل إرساء الاستقرار والسلام في تشاد تقدم إلى سمو الأمير المفدى لدولة قطر الشيخ تميم بن حمد آلثاني والحكومة شعب القطر العظيم بأصدق مشاعر الشكر والامتنان والتقدير والعرفان بالجميل لكل تلك الجهود من أجل السلام وإلى أشقائي التشاديين حكومة وقادة حركات وزعمات وطنية فإني أناشدكم جميعا بالتوجه بصدق في القول والفعل إيمانا بالوطن وفتح للقلوب وتحكيم للقلوب للقاء الآخر والاستماع للآخر والتنازل للآخر هذه المفاوضات كانت فرصة جددت من خلالها مفاوضية الاتحاد الافريقي أيضا تقديرها لديبلوماسية السلام التي تقودها دولة قطر على مختلف المستويات والجهود الكبيرة التي تقوم بها الدوحة حاليا لإنجاح المشاورات والمفاوضات بين تشاديين كما جددت المفاوضية الافريقية حرصها على أن تكون داعمة لهذا المصار من أجل تثبيت الاستقرار والسلام المستدام في منطقة الساحل وفي حوض تشاد وفي دول الجوار الافريقي مشاهدين الكرام نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل مخيم الروبوتات مبادرة علمية لتعزيز مهارات التكنولوجيا الحديثة والإبداع لدى الطلبة اشتركوا في القناة أهلا بكم من جديد في الشأن الصحي أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل مائة وعشر إصابات جديدة مؤكدة بمرض فيروس كورونا ومائة وثلاث وسبعين حالة شفاء يرتفع بذلك إجمال عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى ثلاثمائة وسبعة وخمسين ألفا وثلاثمائة وواحد وتسعين شخص وقالت الوزارة في بيان إن جميع حالات الإصابات الجديدة كانت ضمن المجتمع حيث لم تسجل أي حالات ضمن المسافرين كما ذكرت أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة تبلغ من العمر سبعة وسبعين عاما كانت من أصحاب الأمراض المزمنة وكانت قد تلقت الرعاية الطبية اللازمة وأشارت إلى إعطاء ستة ملايين واربعمائة وواحد وثمانين ألفا ومائتين وتسع واربعين جرعة من لقاحات كوفيد ساعة عشر لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم الوطنية انطلقت في النادي العلمي القطري فعليات مخيم الروبوتات الذي يأتي تزامناً مع عطلة منتصف الفصل الدراسي الثاني للمدارس ويستمر أسبوعاً وسيتم خلال المخيم التركيز على الروبوتات من خلال تعليم مشاركين خطوات تصميم وتنفيذ الروبوتات مزيد من التفاصيل في هذا التقرير في عالم متسارع الخطى تكنولوجياً يسعى النادي العلمي القطري إلى المساهمة في خلق جيل قادر على الغوص في أعماق عالم الروبوت لابتكار كل جديد من هنا جاء تنظيم مخيم الروبوت من التصميم إلى البرمجة الهدف إلى إكساب المشاركين خلال العطلة المدرسية مهارات جديدة تمهد الطريق أمامهم لاستكشاف هذا العالم والإبداع فيه يضم المخيم أربعين مشارك طبعاً قسمناهم إلى أربع فهات من فهة العمرية التي هي من ثمانية إلى أربعة عشر سنة يهدف البرنامج تأهيل المشاركين للتصميم وبرمجة الإلكترونيات والروبوتات بحيث تساعدهم في مسابقات الروبوتات العالمية يتلقى المشاركون وفقاً لفئتهم العمرية مهارات تصميم الروبوت وبرمجته ويركز القائمون على المخيم على اكتشاف المهارات وتنميتها وتزويدها بمفاتيح النجاح للتميز في مجال الروبوت الذي يغزو شتى مجالات الحياة أشارك في النادي العلمي للروبوتات لأن التكنولوجيا راح تكون جزء في المستقبل وأن التكنولوجيا راح تفيد قطر بشكل كبير أحبت أشارك في النادي العلمي لأنه فيه أشياء عن الروبوتات أباع عرفها وعجبني الشيء أشاركت بالمخيم لأنني أحب الروبوتات وتعلمت كيف أصمع الروبوتات وأجزاء الروبوتات هاي بالمستقبل بيكون منظمة للسيارات فحبيت أني أعرف شنو التفاصيل والمقونات اللي بسوونها للروبوت وهي يعني نبأني بفضول له وحبيت أني أشارك المخيم يتواصل على مدى أربعة أيام ويندرج ضمن المساعي التي يبذلها النادي العلمي القطري لاستقطاب النشئ إلى عالم التكنولوجيا وتأهيل المميزين ليمثل الدولة في المسابقات الإقليمية والعالمية في الاقتصاد اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية وسعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي الثاني وزير البيئة والتغير المناخي مع أصحاب المزارع القطرية وذلك على هامش مشاركتها في معرض قطر الزراعي والبيئية الدوليين تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول تنمية وتطوير الانتاج الزراعي وسبل الحفاظ على الثروات الطبيعية والموارد المائية ثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاس بن محمد الثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر مبادرة ألف فرصة التي أطلقتها وزارة البلدية وزارة التجارة والصناعة مع الإعلان عن إسبوع المنتج الوطني واعتبرها فرصة أمام المستثمرين للدخول في مشاريع تقدمها كبرى الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في الدولة يختتم مساء اليوم معرض قطر الزراعي والبيئي الدولي 2022 المقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات وقد شهد المعرض إقبالا كبيرا ومشاركة أكثر من 650 جهة محلية ودولية في معرض واحد وعلى مداري خمسة أيام اجتمع كبار الفاعلين في قطاعي الزراعة والبيئة من أكثر من 50 دولة لتبادل الخبرات والتعرف على آخر المنتجات والتقنيات في هذا المجال كل ذلك من أجل هدف أكبر هو دعم مشروعات التنمية الزراعية والأمن الغذائي وتعزيز الحماية البيئية في قطر المشاركات كانت جميلة ورائعة في هذا المعرض بالذات المشاركات الدولية عندنا أكثر من 350 عارض دولي 51 دولة مشاركة معنا في المعرض كل الدول تتسابق للمشاركة في هذا المعرض لعرض منتجاتها الجديدة وكل ما يخص القطاع الزراعي والبيئي وإن شاء الله يحقق الأهداف المرجوة من هذا المعرض وأمثاله في دولة قطر لتحقيق الاكتفاء ذاتي بإذن الله المعرض أتاح للمشاركين مقابلة صناع القرار في مجال الزراعة والبيئة وتوسيع شبكة علاقاتهم والاطلاع على آخر المستجدات والمؤشرات في كلا القطاعين كما شكل فرصة لعرض المنتجات المميزة والعلامات التجارية المختلفة وتعريف الزوار بها بفضل الله سبحانه وتعالى أدخلنا خلال هذه السنة منتجات جديدة للمعرض بفضل الله وفضل الجهود الجبارة التي تقوم فيها الدولة من الدفع للقطاع الخاص في التنوع في الإنتاج فالحمد لله المعرض حقق أهدافه المطلوبة منه والذي هو الغرض الرئيسي دائما للمعارض والذي هو ما هو الجديد في السوق الحمد لله شفنا هناك قبال كثير من الجمهور سواء كان أفراد أو شركات طبعا عرفنا الجمهور الأفراد على أهمية الزراعة في دولة القطاع وعلى أهمية تحقيق الأمن الغذائي في الدولة أما الزوار فقد أتاح المعرض لهم فرصة الالتقاء بكبار المنتجين والمزودين في مجال المنتجات الزراعية ومنتجات الألباني والدواجن بالإضافة إلى تعريفهم على أحدث التقنيات المعتمدة في المجال البيئي وعلى حاجات السوق المحلي والعالمي مشاهدين الكرام نشرتنا مستمرة وفيها بعد عرض الحوال الجوية تأهل أربعة لعبين قطريين إلى الدور الثاني من منافسات بطولة أسيا لسنوكر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في الدور قبل النهائي الأول يبحث الغرافة عن استعادة نكهة الفوز باللقب الغالي بعد أن كان آخر تتويج له في نسخة عام 2012 فيما يأمل الوكر صاحب المركز الثالث في الدور عن مواصلة عروضه القوية هذا الموسم وتحقيق لقبه الأول في هذه المسابقة أما في كلاسيكو السد حامل اللقب والدحيل فيبحث الأول عن مواصلة توفجه هذا الموسم والموضي قدما نحو النهائي للمرة الثالثة على التواري وتحقيق الثنائية هذا الموسم قبيل التفرغ لمعترك دور أبطال أسيا فيما يطمح الدحيل لتعويض إخفاقه في حصد لقب الدوري وتقدم خطوة في أدوار بطولة كأس سمو الأمير وحصد البطولة الأسيما بعد أن غاب الفريق عن مشهد التتويج في الدوري للعام الثاني على التوالي التأهل أربعة لاعبين قطريين للدور الثاني من منافسات بطولة آسيا للسنوكر للرجال التي ينظمها الاتحاد القطري للبليارد وسنوكرا وجاءت بطاقة التأهل الأولى عن طريق اللاعب مهنل بيدلي عن المجموعة الرابعة أما بطاقة التأهل الثانية فقد حققها أحمد سيف عن المجموعة السادسة في المقابل كانت بطاقة التأهل الثالثة عبر بشار حسين عن المجموعة السابعة وأخيرا حصد علي العبيد للبطاقة الرابعة عن المجموعة التاسعة إذن مشاهدين الكرام بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة وإليكم التذكير بالعنوين حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة شيل بي إل اس إل سي يستعرض معه مجالات التعاون المشتركة وسبول تنميتها وتطويرها سعدة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجي يبحث مع سعدة وزير الخارجية الروسي آخر مستجدات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا ويؤكد حرص دولة قطر على ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي أهمية تجنب التصعيد وتغليب صوت الحكمة وحل الأزمة عبر الحوار البناء والطرق الدبلوماسية ساعدت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يؤكد أهمية الحوار لتوصل لحل سلمي للأزمة الأوكرانية وضمان سلامة المدنيين روسيا تثمن اهتمام دولة قطر بالتسوية السياسية في أوكرانيا وتعرب عن الشكر لمجهودها في المساعدة لإيجاد حل للأزمة ومر معنا بالرياضة أيضا قمة مبكرة بين السد والدحيل والوكرا يواجه الغرافة في الدور النصف النهائي من مطولة كأسيس الأمير المقدة لكرة القدم مشاهدين يمكنكم متابعة البث الحير في تلفزيون قطر على الموقع الإلكتروني شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة